اشتركوا في القناة ويريدوا ان يهرب فانا اقول لك جزاك الله خيرا هذا اضعف الايمان وذلك اضعف الايمان لا يحل لك ان تحكم على هذه الطيور او على هذا الدجاج بانها مصابة وانت لا علم لك بذلك وانا فقد وقعت في ظلم بشع بين وانا احذر اخواني من المسؤولين احذر اخواني من المسؤولين من ان يظلموا اصحاب المزارع بهذه الدعاوة انا لا اخالف ابدا ان كانت دجاجة مصابة بمرض ايا كان هذا المرض لا حرج على الاطلاق ان تأكدنا بالدليل العلمي الطبي الواضح الثابت ان الدجاجة قد اصيبت بمرض يصيب البشرة فلا حرج ان نتخلص من هذه الدجاجة لا حرج بل الواجب ان نتخلص منها اما ان نعدم قطيعا من الدجاج وان نعدم مزارع كاملة لا اصابة فيها بل ترى الدجاجة امامك تحرك قد يصعب عليك انت ان تمسك او ان تمسك برجاجة لتتعرف عليها فالدجاجة المصابة لها اعراض ولا ينبغي ابدا ان يهرف كل احد بما لا يعرف وان نعدم قطيعا بل مزارع بكاملها من الدجاج الذي لا عيب فيه ولا مرض فيه اخشى ما اخشاه اخشى ما اخشاه ان نفسد اموالنا بايدينا وان نخرب بيوتنا بايدينا لكن لا حرج ارجو ان يكون الكلام واضحا ان تقنى ان دجاجة قد اصيبت بمرض ما يؤدي هذا المرض الى ضرر المسلمين او البشر فواجب علينا ان نتخلص من هذه الدجاجة المريضة المصابة اما ان نعدم مزارع باسرها واقسم لي بالله واكد لي اخوة متخصصون ان هذه المزارع لا شيء فيها ولا مرض فيها ولا عدوى فيها فهذا حرام ايضا هذا حرام ايضا واشد على ايدي كل موظف يا اخي اتق الله اتق الله يا اخي انت ستسأل بينادي الله تبارك وتعالى ولن يسأل من كلفك بهذا انت ستسأل بينادي الله جل وعلا اتق الله وعندك القانون في حاجة اسمها روح القانون في روح القانون لا يجوز ابدا ان تظلم هؤلاء اصحاب المزارع ابدا وهؤلاء التجار تجار الجملة راجل جيب عربية يرزق بها وما فيش فيها اي حرج ولا ضرر ليه تعدم العربية دي ليه الراجل دا يخسر وافقد هذا المال ليه محلات تغلق ليه 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 الى اخره لكن انت يقن عن طريق الاطباء المتخصصين مش موظف لا علم له يلزم بان يقف ليقول اي او لا وهو لا علم له بذلك هذا حرام هذا لا جوز هذا لا جوز اتق الله عز وجل ايها الموظف وايها المسؤول اتق الله واعلم بانك ستسأل بين يدي الله ضرب النبي على كتف بذر وقال ابا ذر انها امانة الولاية دي امانة مسئولية اللي انت فيها امانة انت موظف ايا كانت وظيفتك انت مؤتمن اتقل انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها فانا انصح كل اخ موظف مسئول ان يتق الله تبارك وتعالى في الناس في جماهير الشعب في من يتعاملون معه ويتعاملوا معهم وفي حاجة اسمها روح القانون لكن مش يالله وانت جالس كده ببساطة وجرة قلم ثم تفسد على تاجر تجارته وعلى صاحب مزارع مزارعه هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى اسأل الله عز وجل ان اردناكم الحق ردا جميلة وان يكفيناكم شر الحرام انه على كل شيء قدير